كرم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المتميزين من رجال قوات حرس الحدود تقديرا لجهودهم وتفانيهم في أداء المهام والواجبات المكلفين بها جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع عددا من مقاتلي قوات حرس الحدود وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع أبنائها على كافة المستويات ونقل الفريق أول محمد زكي تحياتي وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلي قوات حرس الحدود مشيدا بالجهد الذي يبذلونه في تأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والتصدي للمهربين والمتسللين والعناصر الإجرامية التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري وأدار القائد العام للقوات المسلحة حوارا مع مقاتلي قوات حرس الحدود تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية كما تفقد القائد العام للقوات المسلحة معرضا لقوات حرس الحدود للاطمئنان على منظومة التأمين والتسليح الحديثة والمركبات والوسائل المستخدمة